فإزلنا هذه المواعيد لنطهر زواتنا من كل دنس الجسد والروح المكنسة دي هتكنس كل حاجة في البيت أول حاجة أفكر فيها هي التراب اسم البرنامج المكنسة بسم الآب والابن الروح القدس الآن واحد أمين أحباؤنا مشاهدي قناة الحرية أهلا بكم في برنامج المكنسة النهاردة إن شاء الله بتعتبر الحلقة العشرين مش كل المشاعر اللي قلتها هي مشاعر يعني هي دي وبس لا قطعا في مشاعر تانية يعني أنا لو كل واحد سكب نفسه قدام ربنا وقال له اكشف لي يا رب المشاعر اللي أنا غلطان فيها مشاعر السلبية وإديني إن أنا أتعرف عليه داود النبي يقول عرفني الطريق التي أسلك فيها لأني إليك رفعت نفسي أحبا أنا أتكلم معاكم النهاردة عن استبدال المشاعر المشاعر السلبية دي كل ده اللي قلتها عاوز أستبدلها بمشاعر إيجابية طب هجيب المشاعر الإيجابية منين سفر المشاعر سفر المزامير هو سفر المشاعر عشان كده الكنيسة خدت سفر المزامير وحطته في صلوات معينة أنا لما بمارس صلاة المزامير أو صلاة الإجبية زي ما قال قداسة البابا احفظوا المزامير تحفظكم المزامير أنا أحد الأباء قال لي كده قال للإنسان اللي بيصلي المزامير بيبقى الملائكة حاضرين معاه ودي معونة إلهية بتعطي لنا عشان كده يا حباي المشاعر كلها بتاعتي بس تبدلها بمشاعر إيجابية موجودة في سفر المزامير سفر المزامير 150 مزمور والمزمور 151 صغيرا أنا في إخوتي اللي اتحزف وممكن نكتبه في الآخر المية وخمسين مزمور دول لما قسموا مع الشهر هيبقى كل يوم خمس مزامير لو أنا صليت الخمس مزامير دول هزرع في داخلي مشاعر حلوة هتملح حياتي أنا عاوز أستبدل المشاعر الوحشة بمشاعر كويسة عشان كده في مشاعر كتيرة أنا ما بعرفهاش ولا بعرف أعبر عنه ولكن من خلال قراءتي وصلواتي في سفر المزامير بتيجي المشاعر بتاعتي تتقابل مع المشاعر الموجودة في سفر المزامير فيحصل مفتاح زي ما تقولوا كده خزنا لها مفتاحين المفتاح الأول هي مشاعري والمفتاح الثانية هي المشاعري في سفر المزامير المفتاحين دول يتقابلوا مع بعض بتفتح الخزنة أخذ بركات كثيرة جدا صدقوني يا أحبائي اللي اختبر سفر المزامير لا يمكن يمر يوم ما يقراش في سفر المزامير مجرد قراءة مجرد صلاة مجرد أن أنا أحس أن المشاعر دي اللي موجودة في المزامير دي مشاعري أنا عشان كده لما يجي داود النبي يقول له إيه لماذا تختفي يا رب في وقت الضيق حتى ما تتنساني يا رب إلى التمام المشاعر دي بتخليني أنا من جوة أبقى حاسس أن ربنا يعني بينصت لي لما أجي كده أحس بأن في خطية أنا انهزمت منها وعندي كده نوع من اليأس وعندي نوع من الكسوف كده خجلان من ربنا أجي أصلي المزمور الخمسين ارحمني الله كعظيم رحمتك خطيئتي أمامي في كل حين لك وحدك أخطأت يا سلام كل مشاعر التوبة ده هي تتحط في هذا المزمور يا أحبائي سفر المزامير هو سفر المشاعر أرجوكو زي ما قال أبونا مخايل إبراهيم ما لا يدرك كله لا يترك كله يعني إذا ما قدرتش أصلي السبع صلوات على أقل صلوة من الصلوات على أقل خمس مزامير كل يوم أقولهم بالتدريج أتلاقوا في نعمة وبركة غير عادية المشاعر مشاعر الإنسان بتستبدل بمشاعر إلهية الروح القدس بيحط فيها بقى مشاعر إيجابية مشاعر الشركة مع الله مشاعر حب للآخرين مشاعر أني أنا أحس أني أنا ممسوك في إيد ربنا أحس أني فيه قوة ومعونة بتلحق لما خش في ديقة ألاقي مزمور خمسين خمستاشر بيقول إيه ادعوني وقت الديق أنقذك فتمجدني يا سلام لما لاقي هموم كثيرة محوطاني ألاقي المزمور بيقول إيه عندك أسرة همومة في داخلي تعزياتك تلزز نفسي يا أحبائي لو أرينا في سفر المزامير لو حفظنا المزامير لو إحنا تلاقينا مع المشاعر في سفر المزامير هتستبدل المشاعر السلبية بمشاعر إيجابية أحبائي سفر المزامير هو سفر المشاعر ياريت ما يمرش يوم ما يكونش تدينا علاقة مع مشاعر روحية في سفر المزامير إلى اللقاء في حلقة مقبلة من برنامج المكنسة ونبتدي نخش بقى على الأفكار وننظف الأفكار بتاعتنا عشان يكون لنا فكر المسيح إلى اللقاء في حلقة مقبلة في برنامج المكنسة سلام 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 اذكروني في صلواتكم الله معكم أمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر